السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله هنبدأ في دراسة الجزء التاني من شابتر 1 وهو بعنوان الـ variable الـ variable عبارة عن أماكن محجوزة في الميموري لتخزين القيم الـ variable لها name وليها data type وعلشان أحجزها لازم أعمل لها declare للـ variable ديت وأعمل لها assign للـ value بتاعتها طبقا للـ data type الـ value دي طبعا ممكن تتغير أثناء تشغيل البرنامج زي معرفنا طيب علشان أعمل declaration of variable بكتب كلمة dem ودي كيوورد مدبوعة بكلمة بالـ variable name وبعدين أكتب as keyword برضو وبعدين الـ data type المثال اللي عندنا بكتب dem اهي keyword وبعدين الـ variable name هنا عندي v underscore name as keyword اهي string ده الـ data type بتاعت الـ variable اللي اسمه v underscore name name naming variable rules قواعد تسمية المتغيرات عندي مجموعة من قواعد تسمية المتغيرات أول قاعدة ان لازم اسم المتغير بيبدأ بخرف بلتر او underscore يعني لو هو ابتدى برقم يبقى غلط القاعدة التانية ان اسم المتغير ما ينفعش يكون جواه او فوسطي اي special character زي الـ plus والـ minus والـ power والـ times والحاجات ديت الـ variable name ممكن يكون letter وارقام وـ underscore وممكن الثلاثة مع بعض طبعا بيختوي ممنوع استخدام الـ reserved word وما هي reserved word reserved word ديت الكلمات المحجوزة بتاعة الـ visual basic يعني اللي بيستخدمها الـ visual basic في الكود في البرنامج زي ايه زي single و dim و as و print و close وهكذا بيفضل ان اسم الـ variable دوت اللي انا اختاره بيعبر عن طبيعة الـ variable اخر حاجة ان الـ variable ممنوع انه يحتوي على اي period او space زي الجدول اللي قدامنا ده هنشوف بعض الامثلة الـ example على الكلام اللي احنا قلناه هنا اهو ابتدى بـ number هيبى wrong هنا ابتدى بـ letter يبى right وبرضو بيحتوي على letter اهو و underscore و بيحتوي على ارقام هنا ده wrong علشان في reserved word هنا wrong علشان في space هنا wrong علشان خد special sign و هنا wrong علشان خد period choosing data type اختيار نوع البيانات المختار نوع الـ data type لازم اخد بالي من حاجتين مهمين جدا اول حاجة size of data حجم البيانات اللي انا هحطها جوه variable الحاجة التانية value بتاعت البيانات ديت اللي هتتحط جوه variable و طبعا طبقا للعمليات الحسابية والمنطقية اللي هتتم على variable دوت الجدول التالي بيوضح الكلام دوت فيه هنا عندي data type و number of byte اللي هو لو انا اخترت data type بتاعت اي variable byte هيتحجز على الميموري واحد byte طيب range عبارة عن ايه من zero حتى two hundred and fifty five طب افرد هو الرقم اللي احنا محتاجينه two hundred and fifty six يبقى هاخد الرقم الـ data type اللي باعديها على طول ايه الاكبر منها اللي هي عبارة عن short طب لو خدنا short يبقى هتحجزلي على الميموري اتنين بايت ودية هتخدمني لحد خمسة ديجيت جنب بعض يعني خمس ارقام تسعة جنب بعض اقصى حاجة لها تسعة وتسعين الف تسعمية تسعة وتسعين من zero لتسعة وتسعين الف تسعمية تسعة وتسعين طيب المجموعة دي لو نفتكر مع بعض كده في الـ part one دي اللي هي بتاخد الـ whole number only طيب الـ non-integral نفس الكلام برضو هنا السنجل بتاخد اربعة بايت وسبعة ديجيت جنب بعض وطبعا ديه الـ whole number and decimal الكاراكتر ديتها طيب اللي تشار بتاخد اتنين بايت اللي انا ممكن اخزن فيها الكاراكتر واحدة والـ string بتاخد لحد اتنين مليون كاراكتر البولين بتاخد اتنين بايت واتفقنا ان احنا بنخزن فيها true والـ volts والـ date بياخد تمانية بايت لو نفتكر مع بعض الـ form اللي قدامنا دوت اللي هو كان بتاع ايه؟ كان بانواع الـ data type طيب نفتكر مع بعض كده هنا هو الـ name كان عبارة عن ايه؟ text طيب الـ parse date عبارة عن date الـ gender عبارة عن بولين طيب الـ number of family عبارة عن number هنشوف بعد كده هو بعد الجدول ده بصوا كده معايا هنا مكتوب لي ايه؟ مكتوب value مكتوب data type ومكتوب versus names الـ user name دي هشيلها وهرخاطط اي اسم علي احمد مونة ابراهيم اي حد طيب الاسم ده مش عبارة عن character جنب بعضيها يبقى data type بتاعته string طيب المكان اللي هنكتب فيه ده او المكان اللي هيتخزن فيه الـ name ده الـ user name دوت اسمه ايه على الميموري؟ اسمه u underscore name طيب هنا press date 23 11 1903 و 93 يبقى ايه؟ ده value هنا نوع value ده نوع date طيب اسمه ايه المكان اللي هيتحط فيه الـ value ده؟ اللي هو اسم الـ variable اللي موجود على الميموري اللي انا عملت له دم قبل كده اهو وهكذا بقيت الـ data لو احنا عملنا double click على record button لو نفتك الـ form فيه button تحت كده بتاع الـ record لو احنا عملنا عليه double click عشان نكتب الكود اللي موجود قدامنا الواضح قدامنا دوت نيجي مع بعض نشوف الكود ده مكتوب في ايه؟ اهو dem u underscore name as string يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عملت تـ declare اهو للـ variable اللي اسمه u underscore name حاجة استيله مكان على الميموري اسمه u underscore name as string دي string دي نوع الـ data type بتاعة الايه؟ u underscore name يعني المكان ده هوت هو اللي انا هكتب فيه محمد واحمد ومحمود ده اهو هنا dem u underscore b underscore d as date المكان ده انا حجزت مكان في الميموري بالاسم ده اهو ونوع البيانات اللي هتتحط فيه من النوع date وهكذا يبقى الجزء ده هوت عبارة عن الـ declaration بتاع الـ data اللي موجودة هنا عندي في الفورم دوت طيب نرجع تاني انا كده هوت يبقى لازم بعد ما عملت الـ declaration ده هوت لازم اعمل ايه بقى لازم اعمل الـ assign عملية الـ assign طيب ما هي عملية الـ assign assignment statement يا اما اما او 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 نشوف الكلام ده عندنا عندنا بعض الـ example على الحاجات ديت دم او 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 من الـ او 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 ديم number two as integer عملت declare الاثنين variable والنوع بتاعهم integer طيب number one equal five يبقى دي assignment statement خاصة بnumber one يبقى ال five دي هتيجي تخش جوه ال variable اللي اسمه number one طيب جيت تاني هنا هوا في السطر الاخير راح جايب قال لي number two equal number one يعني ال five دي اللي هنا هتيجي هنا هوا وهتروح دخلة في number two يبقى ايزا number one و number two equal five الحالة اللي عندي name as string غيرت بقى طيب هنا نوع data type string قال لي هنا هوا name equal label one dot text يبقى اللي هيكتب جوه label one هيتحط في name الحالة الاخيرة اللي هي عبارة عن exception exception dim number as single number equal seven و number equal يبقى seven هتخش جوه النمبر هنا هتنزل هنا هوا seven يبقى seven divided three يبقى number equal كام two and one over three ممكن هنا dim number برضو انا عملت declare للvariable اللي اسمه number وبعد كده ال date وضعت طيب اسمها single و equal five point six انا اخذتها على سطر واحد بدل ما اكتب dim number as single وبعدين في السطر البعدي اا اكتب number equal five point six روح تاخذها كلها على سطر واحد طيب في شوية ملحظات عايزين نعرفها بناء على الحاجات او الحالات اللي درسناها اا قبل كده ان انا ممكن اعمل الassign ده على سطر واحد او في خطوة واحدة ممكن اعمل الassignment ده كزا مرة لvariable واحد اثناء البرنامج لان طبيعته ده انه variable وبيتغير على طول الassignment الvalue بتاعته ممكن تبقى abstract او value from variable او property او expression طبعا علامة الايقوال دية مش معناها ان انا عندي equation زي ما درست في المياس يعني right side equal left side لا ده انا بعمل assignment للvalue دي للvariable ده هو في هنا exercise بتاع assignment value to variable احنا عملنا declare اهو الvariable دي دي اسامي الvariable اللي احنا خدناها قبل كده وعملت لها declare لو نفتكر اما احنا دوسنا على bottom طيب الجدول ده بيوضح لي control سطور دولت وعرفنا ان الارباع دولت عبارة عن declaration للvariable ديت ودولت ال data طيب بتاعهم طيب اما الايه دوت ده عبارة عن assignment statement اللي خدناها بمعنى ايه اللي انا هكتبه علي واحمد وكده هكتبه جوه text books one dot text هيتحطي لي في المكان في الميموري اللي محجوز هنا اللي اسمه u underscore name نفس الكلام هنا بتاع ال pierce date اهو هيخش جوه هنا نفس الكلام ال radio bottom اللي احنا خدنان من نوع bullet لو هو true ولو هو false ودية لو نلاحظ قاعدة if هتدرسوها بعد كده نفس الكلام هنا اهو ال text books 3 بكتب في number of family هنلاحظ هنا ان للاداة بتاعت ال radio bottom استخدمنا معاها جملة if زي ما اتفقنا اللي هناخدها بعد كده واللي هي بتبقى true لو قيمة check true ولو false هيبقى قيمة check false الجدول اللي قدامنا ده بيوضح عملية الاختلاف بين data type بتاعت ال property وال data type بتاعت variable طيب ايه بقى دوت ال property بتاعت text books one dot text نوع هك وهنا برضو string وهنا string طيب ال user name string طيب ال user date اللي هو تاريخ الميلاد اللي هندخله نوع البيانات بتاعته ايه نوع data type بتاعته date user telephone number data type بتاعته integer طيب الاختلاف بتاع data type دوت ماله بقى ماينفعش لو انا كتبت الجملة بتاعت assignment statement ولكن ممكن في visual basic اني احول من نوع data type للنوع data type تاني وده في visual basic اسمه implicit conversion و منتو مش مطالبين انكم تعرفوه لكن انا ممكن استخدمه في visual basic طيب استخدام المتغيرات احنا اتفقنا مع بعض in assignment statement اللي هي المعادلة بتاعتي left side والright side وفي وفي النص ايه ها في equal sign طيب زي ما هنشوف كده دلوقتي في عندي هنا exercise as a control label لو انا عايز بقى as a control label after adjusting its properties as shown in following table and figure طيب يعني لو انا عايز جوه ال label ده هوت اكتب كل الفاليو دي يعني اكتب ياسمين واكتب برس ديت واكتب في mail واكتب 5 يبقى ليا طريقة للكتابة طيب هنشوفها قال لي هكتب الكود ده هوت me dot label five dot text بيساوي user name ناخد بالنا من الجزء ده و user first date و concatenation و variable control f concatenation تانية و underscore score user gender و برضو نفس الكلام ده هوت number of family طيب هنلاحظ حاجة ايه اللي هنلاحظه هنلاحظ ان ال 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 ان اما جي اكتب اليوزر نيم واكتب الجزء ده علامة concatenation والvariable control if وعلامة الconcatenation تاني بيعمل لي ايه دوت ده هو بيحط لي الكلام جنبه بعضيه يعني ايه يحط الكلام جنبه بعضيه يعني اكتب اسم اليوزر ويروح حاطط جنبه الperse date ويروح حاطط جنبه تاريخ النوع وبعدين يحط عدد افراد العائلة طيب ان انا بعد كده هوت مكتوب عندي هنا كلمة كلمة يعني اللي موجودة قدامي طيب دي كلها زي ما انتفقنا ده الطرف الايمن بتاعها left right وده right side وده left side بتاعها زي ما هنشوف كده ده declaration هو بتاعها بتاع ال variable بالdatatype وبعدين assignment statement وبعدين الجملة اللي احنا كتبناها طيب الشرطة دي عبارة عن ايه لو انا الكود بتاعي كبير وعلى سطر طويل ممكن اروح كتب الشرطة دي في اخر السطر يكتب لي بقية الكود في السطر اللي بعده ممكن احط شرطة underscore تانية هنا هون بعد لو فيه يعني كلام تاني هنا احط underscore تاني واكتب سطر جديد ده declaration بتاع ال variable زي ما انتفقنا وده assignment value to variable وده using variable اهو ده الشكل بتاعي لو انا دوست F5 او start debugging ياسمين تامر هاي تاريخ الميلاد وفولز وفايف ال visual basic بيمدنا بامكانية ان انا اكتب comment طيب لما اجي اكتب comment هكتبه ازاي في وسط الكود قال لي ممكن تكتب كلمة ram وبعديها اكتب comment اللي انا عايزه او abstract وبعديها sorry apostrophe وبعديها اكتب الكلام اللي انا عايزه زي ما هنشوف في الشكل التالي اهو كلمة ram والاعلان عن المتغيرات ده يعتبر comment اهو نفس كلام بتخصيص قيمة لهذه المتغيرات comment هنا واستخدام هذي المتغيرات thank you واشكركم على حسن الاستماع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة